اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بنتا جميلة بياضها كالثلج شفتها كالدم وشعرها كالليل ولذلك سموها فلة بياض الثلج وبعد الولادة بقليل ماتت الام ورحلت الى العالم الاخر لتترك فلة وحيدة تزوج والد فلة بامرأة جديدة لترعى ابنته الصغيرة وكانت زوجة الاب جميلة جدا وكانت تكره ان يكون في العالم امرأة اجمل منها وثمت شيء واحد يمكنه ان يريحها وهي مرآة الحقيقة والان اخبريني يا مرآة من هي اجمل امرأة في هذه الدنيا ليس هناك من هي اجمل منك حتى الان ايتها المحترمة صدقت يا مرآة فليس بين النساء من هي اجمل مني لك جزيل الشكر والامتنان يا صديقتي ومر على هذا زمن طويل وفي يوم من الايام انت جميلة جدا ايتها السيدة لكن فل بياض الثلج اجمل منك الف مرة هذه هي الحقيقة ماذا قلت ايتها المرآة بياض الثلج اجمل مني الف مرة اذا سترين ماذا سافعل بها سوف امروها عن وجه هذه الارض كبرت فلة واصبحت اجمل واجمل ومن ينظر اليها يشعر بالفرح والسعادة كانت زوجة الاب تحسد جمال بياض الثلج كثيرا ولذلك امرت احد الصيادين ان يأخذ فلة الى الغابة ويتخلص منها اعذرني يا فلة لكنها اوامر السيدة الكبيرة عليك ان تتخلص من فل بياض الثلج وتأتيني بقلبها الى هنا حينها ستحصل على كل ما ترغب فيه افهمت ايها الصياد لا اصدق هذا هي التي امرتك بذلك نعم لكن يدي لا تطاوعني على التخلص منك لانك لطيفة وجميلة وطيبة وساطلق سراحك على ان لا تعود الى القصر بعد الان لقد فهمت اعيدك ايها الصياد لن اعود وفقك لا لن استطيع الجريء اكثر ما هذا المنزل هل من احد هنا اما من احد ارى هنا سبعة صحون وسبعة سكاكين وسبعة ملاعق اه انا اعتذر لانني جلست من دون اذن اصحاب المنزل انا جائعة وهذا الطعام لذيذ من جلس على كرسي ومن الذي اكل من صحن طعامي تكلموا ومن الذي اكل خبزي كله من الذي التهم الصلطة الخاصة بي يا جماعة من استخدم ملعقة وسكيني يبدو عليها اثار الاستخدام لقد شرب عصيري من فعل ذلك كله انظروا هناك من ينام في فراشي يا سبحان الله يا لها من فتاة جميلة جدا هي اذا من فعل ذلك ماذا تقترحون ان نفعل تبدو متعب والافضل ان ننتظر حتى تستيقظ لنعف القصة هيا بنا اين انا يبدو انني قد نمت مدة طويلة ترجمة نانسي قناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اهلا بك ولكن من انتم؟ نحن الاقزام السبعة وعملنا جمع الاحجار نذيبها ونستخلص منها المعادنة الثمينة وهذا البيت لكم اليس كذلك يا سادة؟ بلى ولكن ما الذي اتى بك الى هذا المكان؟ انها الغيرة انها غيرة امرأة غيرة امرأة؟ انها امرأة قاسية ولا تعرف الرحمة وانا الان ليس لأي مكان لأعود اليه ولكنك لم تقول لنا مسنط؟ فلة بياض الثلج اسمه جميل فل بياض الثلج انه يناسبك شكرا نحن نعرض عليك ان تعيش معنا يا بياض الثلج فهل توافقين؟ ستطبخين لنا وتغسلين الثياب وتنظفين الصحور وبهذا تصلحين واحدة منا شكرا جزيلا لكم اشعر الان براحة لا توصف تخلصت من فل بياض الثلج ولم يعد هناك منافسة لي والان يا مرآة الجميلة قولي لي ألست أنا أجمل النساء اللواتي على سطح الأرض؟ أنت الأجمل أيتها السيدة لولا واحدة تعيش في قلب الغابة البعيدة في كوخ الأقزام السبعة وهي أجمل منك ألف مرة واسمها فلة ماذا تقولين؟ تخلص الصياد من فلة وآتاني بقلبها إلا إذا خدعني ولم يتخلص منها سأقضي عليك يا بياض الثلج وهذه المرة بيدي هنا أثق بأحد بعد ذلك بياض الثلج نحن سنذهب للعمل احترسي جيدا من زوجة أبيك فقد تعرف مكانك وتأتي لكي تتخلص منك كوني حذر يا ابنتي الحقد يسوق صاحبه إلى التصرف بحماقة حاضر أخمشة لدي أقمشة جميلة لدي أقمشة للفتيات الجميلات أقمشة أهلا أيتها الجدة هل أستطيع أن أرى ما لديك؟ من هنا لا يصلح افتح الباب حتى ترى هيا افتحي ابنتي افتحي هي ولا تخافي لكن أخمشة لا تصلح إلا للفتيات الجميلات تبدو طيبة لذلك سأسمح لها بالدخول مرحبا يا حلوة استديري قليلا من فضلك أظنه صالحا للربط حول عنقك سأتخلص منك الآن لأكون الأجمل على وجه الأرض أنت المنافسة الوحيدة لي وعليك أن تموت لم تكن هذه البائعة العجوز إلا زوجة الأب في حقيقة الأمر بياد الثلج ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ هل هناك عمل في نجاتها؟ لنفلك هذا الرباط أين بائعة القماش؟ توضح الأمر أظن أن فلا تتحدث عن بائعة قماش دخلت إلى البيت وأظنها زوجة أبيها ألم نطلب إليك يا فلا أن تكون حذرة؟ يجب أن لا تدعي أي شخص يدخل إلى البيت عندما نكون غائبين علمت لماذا طلبناك بالحذر؟ أجل والآن يا مرآتي من هي الأجمل على وجه الأرض؟ أنت الأجمل أيتها السيدة المبجلة لو لا وجود أخرى في قلب الغابة أجمل منك ألف مرة إنها بياد الثلج إذن أخفقت في المرة الماضية لكن لن أعدم الوسيلة لدينا أمشاط عازية فظاهرت زوجة الأبي السيئة بأنها بائعة أمشاط وذهبت مرة أخرى إلى بيت الأقزام في الغابة وعلى الرغم من تحذير الأقزام لفلة فتحت الباب للبائعة المخادعة مشطن مناسب لشعر أسود ما الذي حدث ثانية؟ ما الذي حدث؟ تكلمي يا فلة في هذه المرة أيضاً ناجت فل بياد الثلج لأن القزم اقتلع المشط المسموم من شعرها أنت الأجمل أيتها السيدة لولا التي تعيش في قلب الغابة داخل كوخ الأقزام فهي أجمل منك ألف مرة واسمها فلة إذا لم أقضي عليها هذه المرة لن أخفق أبداً وسوف أقضي عليها حتماً انتهيت أخيراً سأتخلص منك يا بياد الثلج بهذا السم القوي التأثير أنا بائعة التفاح تفاح أحمر ولذيذ ألا تريدون شراء التفاح؟ أنا آسفة جداً لا أستطيع سماح لك بالدخول انظري إلى التفاح وحسب يبدو شهياً جداً نعم لا دعي لفتح الباب خذ هذه التفاحة لأنها هدية أشكرك لكنني لا أستطيع قبولها ترفضينها سأذهب من هنا مكسورة الخاطر ولن أعود إلى الغابة لأنني حزينة انتظري سأريك الآن أنني حسنة النية تظنين أنني وضعت في التفاح شيئاً؟ إنه تفاح لذيذ وقد أكلت منه أمامك ولم تحدث أي مشكلة وقد رأيته خذي التفاحة ولا تكسري خاطر أيتها الفتاة الحلوة نجحت لأنني وضعت كثيراً من السم داخل التفاحة المحزن هذه المرة أن فل بياض الثلج لم تستيقظ على رغم المحاولات التي بذلها الأقزام لكن العجيب أن بياض الثلج كانت نائمة وليست ميتة ليس على الأرض من هي أجمل منك أيتها السيدة الممجلة نجحت هذه المرة بالقضاء على بياض الثلج لأن السم الذي وضعته في التفاح كان قوياً جداً قضيت على بياض الثلج لأبقى وحدي من دون منافسة لجمالي ولم ينقذها أحد هذا غريب لماذا لا ترد ولا تتحرك؟ إنها في سوبات بسبب تفاحة مسمومة تفاحة مسمومة؟ لا شك أن الفاعل مجرم وعلينا أن نعاقبه لا بد من طريقة لإنقاذها لذلك اسمحوا لي بأخذها صحيح أنك الحاكم ولكنك مع هذا لا تستطيع أن تأخذ بياض الثلج من هنا اسمعوني جيداً أيها السادة أنا لا أريد سوى إنقاذ فل بياض الثلج من هذا الوضع الذي هي فيه أعدكم أنني لن أعدم وسيلة من أجل تحقيق ذلك وأنا حاكم الميلاد نشكرك على نياتك الطيبة ولكن دعنا نتشاور لنسبب أو يأخذها من هنا نصدقك وسنكون تحت عمرتك يا سيد الحاكم فبياض الثلج فتاة طيبة ويجب أن تتعافى أشكركم أيها الطيبون حسناً أيها السادة إلى اللقاء سيد الحاكم فل أمانتك علي أن أسرع يبدو أنها ستنطر احذر يا سيدي من أن ينزلق الفرس اطمئن سأكون حريصاً ولا تنسى أنني فارس احذر يا سيدي احذر يا سيدي هيا لندخلها إلى الكوخ بسرعة هيا لنحتمي بهذا الكهف سأحاول قطع ما نحتاج إليه من أغصان وجذوع لإعادة بناء هذا الجزء اترك سيفك جانباً أيها الحاكم حتى لا تصيبك الصاعقة البرد قضي على الحاكم ضربته الصاعقة لم يكن ما توقعه القزم صحيحاً فلقد أشقت الشمس بعد قليل وأفاقت فل والحاكم من الصدمة الحمد لله لقد نجونا من أنت؟ لقد أفاقت بياب الثلج من صباتها بماذا تخرفين أيتها المرأة؟ فل بياب الثلج استيقظت من جديد أنت كاذبة لذلك سأحطمك ماذا تفعلان؟ أتركاني أنا أجمل منها بكثير أقول لكم أتركاني إلى أين تذهبان بي؟ لا أنا جميلة جميلة أجمل لساء الأرض لا لا اتركاني علم الجميع بما كانت تفعله الشريرة ولذلك حكموا عليها بأن ترتدي حذاء حديدياً حتى آخر عمرها عقوبة لها على أفعالها وغرورها وهكذا تزوجت فل بياض الثلج بالحاكم وصارت حاكمة البلاد وعاشت في سعادة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة